بعد توقف نوصف بالموت السريري للعملية السياسية في اليمن ها هي التحركات الدولية تعود مجدداً لإحياء المسار السياسي ابتداء من تحركات المبعوث الأممي الجديد مارتين جيرفيث وصولاً إلى عودة الاتحاد الأوروبي لمسار الأزمة في اليمن فرص السلام التي كانت ومازالت ضئيلة قياساً بحجم التحركات العسكرية المتصاعدة وتيرتها على أكثر من جبهة مثلت سبباً رئيساً لإعادة المطالبات الدولية بسرعة إيقاف الحرب المشتعلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام الاتحاد الأوروبي الذي كان وجوده محدوداً في ملف الأزمة اليمنية عاد مجدداً للعب دور فاعل بعد وصول عدد من سفراء الاتحاد إلى العاصمة صنعة في أول زيارة متكاملة لعدد من سفرائه الزيارة الأوروبية وفي مجمل الأخبار المتداولة عنها أعلن أن غرضها إنساني لبحث سبل دخول المساعدات والعمل على تخفيف الأزمة التي تفاقمت نتيجة القصف المتواصل لميليشيا الحوثي وغارات التحالف العربي لكن مصدراً في الخارجية اليمنية قال أن الزيارة إلى صنعة تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وإنها زيارة غرضها الضغط على الحوثيين للقبول بمتطلبات عملية السلام والتعاون مع المبعوث الأممي الجديد التحركات الأوروبية تزامنت مع تحركات أخرى للدبلوماسية الأمريكية بعد لقاء جمع بين الرئيس هادي والسفير الأمريكي في إطار الوقوف على المستجدات وآفاق السلام المتاحة في اليمن وخلافاً لجميع التحركات الدولية التي وضعت في أولوياتها الملف الإنساني يأتي التحرك البريطاني حاملاً شكلين الأول تأمين المساعدات الإنسانية والثاني تزويد المملكة السعودية بالأسلحة وهو ما كان محط انتقادات عديدة وصف بالموقف المزدوج إذن تعيش الأزمة اليمنية خروجاً كاملاً عن القرار المحلي ويتآكل فيها كل يوم القرار السيادي ويرتفع في المقابل دور الفاعلين الدوليين وهي مراوحة عاشها اليمن على امتداد تاريخه السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر